بسم الله الرحمن الرحيم و السلام و السلام و السلام و السلام و رحمة العالمين سنتحدث عن موضوع خطير جدا انتشار الاوباء والامراض ثلاث امراض رئاسية منتشرة في مصر انتشار فاحش و مصر تعتبر من اكثر الابلات في العالم التي فيها انتشار لهذه الامراض اول شيء الفشل الكلوي 2.600.000 مريض بالفشل الكلوي في مصر 30% سنويا بيموتوا منهم 2.600.000 مريض بالفشل الكلوي 30% بيموتوا سنويا برا في خارج مصر بيموت منهم 7% مرض السرطان حوالي 15 مليون مريض منهم 200.000 حالة سنويا بيموتوا التهاب الكبد الواقي رقم واحد في مصر 200.000 مريض بيموتوا سنويا بالتهاب الكبد الواقي وفيه بحث يقال ان 25% من سكان مصر مصاب بفيروس سي في التهاب الكبد الواقي وان الاصابة في مصر 10 اضعاف او الاصابة في خارج الواقس طب ايه سبب المصايب دي كلها سبب المصايب دي كلها عدة عوامل ظهر الفساد في البحر والبحر بما كسبت ايدي الناس كما قال الله سبحانه وتعالى نتيجة نتيجة فساد البيئة طبقة الأزوم اللي موجودة طبقة خرم الأزوم اللي موجود فساد البيئة قلة المطر ادى هذا الى انتشار الامراض في الزرع مما ادى الى ان المزارعين بيضطر ان يرش الزرع كل ثلاث ايام بعد كده كل اسبوعين اصبح بعد كده كل ثلاث ايام فأصبحنا بناكل محاصيل مسرطنة مرشوشة مبيدات حينا بناكل سم الحيوانات بتتغزى على علف مخلوط علف كيميائي مخلوط ب دم ارجو ارجو الافرياخ ولازم يأكله كده لان العنف الطبيعي اصبح غالج جدا فنتيجة هذا اصبح اللحوم 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 البهاية مليان بمواد الكيميائية واللبن مليان بمواد الكيميائية فضلا عن تلوث البيئة الهواء اللي احنا نتنفسه غير صحي مليان عدم سيارات ومليان عدم مصانع غير الماء اللي بنحشابها ملوسة وغير صالحة وكتير من ملاب مصر مخلوطة من مه الصف الصحي المصائب دي كلها قدت الى انتشار الامراض وانتشار ثلاث امراض اتهاب الكبد الوبدائي والفشل الكلوي والسرطان بنسب قوية جدا طب ايه الحل؟ الحل هو رجوع الى الطب النبوي من هادي رسول صلى الله عليه وسلم انه كان كل يوم بيخلط العسل في الماء ويشربه ويدوبه ويشربه شوفوا رب رب رسول صلى الله عليه وسلم قال ايه عن نحل؟ العسل العسل رب رسول صلى الله عليه وسلم قال ايه او شفاء في الحديث الشفاء في الثلاثة اه الشفاء في الثلاثة شربة الشرطة محجم او شربة عسل و او كيب النار و انا انحى امتي عن الكيب النار فالحديث البخاري رب العسل صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة شربة حجمر شربة حيث أو شربة عسل والكي بالنار وأنا أنهى أمتي عن الكي في واحد صحابي دخل رسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله فلان عنده إسهال شديد فقال لهم اسقه عسل فانسقه عسل فجاء رسول الله زاد عليه الإسهال قاله إيه قاله صدق الله وكذبت بطن صاحبك اسقه عسل فانسقه عسل فجاء الرجل نفسه قاله رسول الله زاد الإسهال قال له صدق الله وكاذبت بطن صاحبك اسقيه عسل فاسقاه عسل في مرة تلفغى وصلى الله انقطع الاسهل تماما ده بالنسبة للعسل فشوف زيت الزيتون ربنا فعله عليه زيت الزيتون عظيم جدا 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 ربنا فعله فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب التوني ناره قال لأهله انكثوا إني أنستوا ناره لعله أتيكم منه فإذا نداه ربك من الوادي المقدس بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب التوني ناره قال لأهله انكثوا إني أناستوران لعله أتيكم منها بقبص أو جدوة من النار فلما آتها نودية من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشغرة أي موسى إني أنا الله رب العالمي الشاهدين رب الله سبحانه وتعالى نداه عند الشجرة المباركة اللي هي فين؟ في الوادي المقدسة ستوة في سينة ودي الشجرة اللي رب الله سبحانه وتعالى ذكرها في صورة المؤمنون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكريم ورب الله سبحانه وتعالى أيضا قال الله سبحانه وتعالى نور السموات والأرض مثل نور كمشكات فيها مصباح المصباح وفي زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوكد من شغرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتوها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور رب الله سبحانه وتعالى شبه نوره بنور زيت الزيتون زيت الزيتون اللامع النقي رب الله سبحانه وتعالى شبه نوره سبحانه وتعالى عايزين ايه اكتر من كده رب الله سبحانه وتعالى مسل نوره بالزيت اللي بيطلع من شجرة زيتون الشجرة المباركة عشان كده رسول الله سبحانه وتعالى كلوا من الشجرة المباركة واتدهنوا به كلوا من الشجرة المباركة فده زيت الزيتون حابة البركة رسول حسن قال عليكم بالحبة السوداء في ان فيها شفاء من كل ده الا السام الا السام اللي هو الموت شفاء من كل ده التلت حاجات دول مهمين جدا جدا لشان نحافظ على نفسنا من الامراض يا جماعة احنا بناكل سم وبنشرب سم وبنتنفي السم الزرع اللي احنا بناكله مليان كيماوي ومليان مبيدات والاكل احنا بناكلهم مليان دهون لغير الغش التجاري لغير المهرة ابناشربها مخلوطة مية الصرف الصحي لغير الماء اللي حابي ندفسه اللي مليان عدم سيارات ومليان عدم دخان وغير الصحي وفوق كل ده اهملنا وهجرنا الطب النبي الرسول عليه الصناع كان من هاديو انه بيخلط كلهم العسل بالماء ويشربه وقام قال ابن القيم في زاد المعاد شو ابن القيم بيقول ايه كان الرسول عليه الصلاع من هاديه ان يخلط العسل بالماء الشبه مزاما في الماء فكان من يعرف فكان الشبه من الماء مزام فعرف من ذلك فكان هذا من هده وعرف ذلك أفاضل أطباء الكلام ده قاله ابن القيم في زاد المعاد وكان من هده عليه الصلاة والسلام أنه في بعض الأحيان يخلق شبه غير ما ممزوج لأنه بيبقى مفيد للمعدة ومطهر للقوالون ومطهر للمعدة ومطهر للكبد ويخلص المعدم جدا ايه فوائد زيت الزتون وفوائد العسل وفوائد زيت الزتون والعسل العسل يقوي عضة القلب زيت الزنون يقوي جهاز المناعة جدا زيت الزتون ينظم الضغط ويقيم إلى الكلسترول كذلك العسل يقلل السكر في الدم زيت الزتون يقوي ناحية جنسية جدا والإتניين يقوي جهاز المناعة جدا مفيدين جدا لتحسين الهضم وتنقية القوالون وزيد الزتون والعسل بيحموا من السرطان سرطان سرطان للمعدة سرطان للقوالون يبقى اللي مش هياخد التلات حاجات دول كل يوم يتوقع بقى اي شيء تبعات عن الطب الاندبوي وبتاكل اكل فاسد وبتاكل وتتنفس هوا فاسد عايز تحمي نفسك تقوى جهاز المناعة وتحمي كل اجهز الجسمك اللي هيشرب التلاتة دول كل يوم مش هيجيله سرطان ولا فشل كلوي ولا التهاد كبد ويحمي نفسه يا جماعة خلي عندكم وعي واتقوا الله وطبقوا الصنة دي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من هديهم ان اكل زيت الزتون وشرب العسل مع ان زمانهم كان احسن من زماننا من اليوم مرة ما كانش عندهم الامراض المتفشية الموجودة عندنا دلوقتي بسبب المعاصي وبسبب الفساد والغش التجاري فانا انصحكم انا حكتب ارقام تليفونات انا شخصيا كل يوم بدوب العسل في اللبن وبشربه وباكل زيت الزتون خام الصبح وبالليل قبل منام ولما عملت كده سحاتي تحسن كتير جدا اذا كنت عايز تحمي سحيتك سحية اولادك لازم يغذائك اليوم يبقى فيه زيت زتون وعسل فيه واحد في اسكندرية في الابراهامية سمعته كويسة جدا وبيعمل بيئ عسل ممتاز متغزي على حبة البركة بتزرع في سعيد مصر اللحل متغزي عليها فالعسل نفسه لونه اسود من كتر ما فيه من كتر ما العسل ما هو متغزي علي حبة البركة فممكن تتصلوا بيه لو الناس اللي سكنين برا اسكندرية يقول لكم تجيبوا منين العسل ده من اي فروع تانية من برا اسكندرية وغير كده بنسبة لزيت الزتون في واحد اسمه دهخني في اسكندرية مشهور جدا بيبيع زيت زتون خام ممتاز تقدروا برضو تشتروا منه بيبيع اللتر او جيركل بيبيع اللتر زيت الزتون يشرب على الريق الصبح معلقة الصبح معلقة بالليل على الريق يكون افضل على الريق وتشربه خام مش مخلوط مش محطوط بحاجة والعسل يزاب في اللبن او يزاب في الماء تدوبه كويس جدا وتشرب مرة صبح و مرة بالليل لو عملت كده هتحس تحسن كبير جدا في صحتك و هتقي نفسك و الوقاية خيره من العلاج من السرطان و الفشل الكالون بدل ما تستنى و ما تعملش كده و فجأة لا تجد نفسك بصواب بأي وراء من الامراض ديت وتنتم أشد النظم الوقاية خيره من العلاج و فيه اتباع لسنة الرصوص على هذا و فيه صواب كبير لانك بتتبع سنة الرصوص على الاصل فانحكت بأرقام التليفونات الناس ديت يريدت اللي هم بارة اسكندرية يتصل بيهم يحاولوا يعرفوا الفروع الناس ديت يتبيع فين و يشتروا منهم و يوزوا على السنة النبوية و يحموا بياتهم و يحموا صحتهم من الأمراض الهم للذي أقولوا قولي هذا أستغفر الله لكم